افتتح رئيس عبدالفتاح السيسي مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرولوس محافظة كفر الشيخ والذي يعد الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعديل المتطورة واخلال الافتتاح دعا رئيس السيسي القطاع الخاص والشركات المحلية إلى المساهمة والاستمار في المشروعات المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة من الرمال السوداء فكان السؤال بقوله وبسمعه للقطاع الخاص من أول المشروع ده متاح الدكتور مصطفى أيوة متاح لكم أنتم تخشوا فيه طبعا اللي عايز يتفضل والكلام ده بقوله في كل مشروع افتتحه عشان طب بتقولي طب احنا ماديتناش الفرصة من الأول ليه الفرصة طب ما كانت موجودة على مدى أربعين خمسين سنة دكتور حامد صحيح يا فرصة لا بأمانة يعني وبدأ في السبعينات بقى ياخد الحيذ الأكبر من الدراسات كانت في السبعينات الثمانينات لكن هو قبل كده كمان يعني أنا عايز أقولك اكتشافات أنت قلت 1922 ألف سمائة وثلاثين كاي يعني بقى احنا عارفين إن في حاجة زي كده في مصر ولكن كاجراءات تتعمل عشان يطلق مشروع زي كده ما جاتش فرصة حقول ما جاتش فرصة مش هقول أي حاجة تانية لأن ما حدش أبدا هيبشاف إن في خير ويا دكتور مصطفى وإلا بقى احنا بنظلم الآخرين وبنظلم نفسنا في الكلام لأ أي حد في مصر مسؤول أي مكان موقعه حيبقى حريص على إن هو لو فيه مجال لخير هي إيه هيعمله فلكن ما حصلش ما جاتش فرصة أقول إن فرصة جات بإيه بإن فيه ما صار إحنا نجحنا فيه دلوقتي وعرفنا تفاصيله وبقى فيه حاجة تشكلت وخارجت للنور في المشروع ده